النهاردة منظمة الصحة العالمية بتحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان اليوم ده بيكون فرصة لزيادة الوعي حوالين أهمية الصحة النفسية والمحافظة عليها ما فيش شك إن الصحة النفسية مهمة جدا لأي إنسان عايش على هذه الأرض لكن احنا دايما بنقعد نهاز زرباء ونقول إزاي نوصل للسلام النفسي يقول لك اركب ما عرفش منين ناخد الموضوع بهزار لكن هو مهم جدا وبيأثر على حياة الإنسان بيأثر على حياته المعاشية مع أهله ومع جيرانه بيأثر على شغله ليه تأثير كبير جدا كل ده هنعرفه النهاردة من ضفنا اللي منوارنا الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزر عشان نتكلم معنا إزاي الإنسان يحافظ على سلامه النفسي وصحته النفسية إيه أكتر الأمراض النفسية كمان المنتشرة يا دكتور صباح الخير يا فضل صباح الخير يا أهلا محضرتك يا أهلا محضرتك يا أهلا محضرتك لكن زاد الانتباه لأهميتها بعد جائحة كورونا وعشان كده المنظمة الصحر العالمية عملوا اجتماع في 2022 وكان فيه مندوبين من حوالي 150 دولة وبدأوا يتكلموا على أنه الجائحة بينت قد إيه الحالة النفسية لها تأثير ليه بقى؟ أنه اكتشفوا أنه حوالي 50% من الناس اللي ماتوا بإصابات كورونا كانت الحالة النفسية سيئة وبالذات فيه المسنين اللي في الدول الأوروبية وفي أمريكا يعني كان عدد الناس اللي ماتوا من المسنين اللي عايشين لوحدهم وكانوا أغلبهم كانوا بيعانوا من حالات نفسية نتيجة للوحدة والعزلة عن الناس اللي حواليهم فبدأوا يقولوا إيه يقولوا إحنا محتاجين أنه نوعي كل العالم بأهمية الصحة النفسية إنه فيه ناس مش واخدة بالها من الحكاية دي الحاجة التانية أنه إحنا نعمل إجراءات على الأرض في كل دول العالم علشان نتيح الفرصة للناس إنها تتعالج لو أصيبت بالطربات نفسية الحاجة اللي بعد كده قالوا إن إحنا نشوف الرعاية اللي بتقدم هل هي رعاية مناسبة وجيدة وبجودة عالية ولا لا ليه لأنه اكتشفوا إنه الرعاية للمرضى النفسيين في بيوتهم وفي وسط أهليهم أفضل بكتير وبتخلي جودة الحياة عندهم أحسن أفضل كتير من الرعاية بالحجز فيه مستشفيات لفترات طويلة وحتى خلاص للوقت الاتجاه العالمي إنه هم بيفككوا المستشفيات النفسية الكبيرة ويخلوا الإقامات للمرضى النفسيين فترات بسيطة لأنه مش عايزين نحد من حرية المريض النفسي إنه يبقى قادر يروح ويتحرك بيزود من معاناته كمان بالضبط كده في بعض الممارسات اللي كانت بتمارس فيه العلاج كانت بتقيد من حرية المريض وممكن إنها تنتهك بعض حقوق وعلشان كده الإعلان السنادي إنه الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان حق عالمي بمعنى إيه؟ بمعنى إنه العالم كله يضمن هذا الحق يعني لو فيه بلد ما بترعاش حق البريد النفسي المؤسسات الدولية يعني ممكن تخاطب هذا البلد وتقول له والله خد بالك أنت محتاج أنك تحافظ على هذا يعني العالم كله بيضمن هذا الحق من حقوق الإنسان للمريض النفسي المريض النفسي بالذات ليه؟ لأن المريض النفسي المرض بيخليه في حالة ضعف وفيه يعني حكمة قديمة بتقول إيه؟ تقاس حضارة الأمم بمدى رعايتها للضعيف فالشخص الضعيف اللي مش قادر ده يدافع عن حقوقه لا بد وأن يجد من يحمي هذه الحقوق أكيد طيب لما نيجي نقول رفع درجة الوعي بالصحة النفسية وأهمية ده عالميا وخصوصا وجود يوم عالمي للصحة النفسية ده ممكن ينعكس على الأفراد إزاي؟ وبالتبعية ينعكس على المجتمع كله يعني الفرد اللي عنده اضطراب نفسي بيعاني على كذا مستوى أو الحاجة أنه بيعاني من آلام المرض سوى الاكتئاب أو القلق أو الوسواس أو الفصام أو أي اضطرابات نفسية الحاجة التانية أنه بيفقد قدرته على العمل والإنتاج بيفقد قدرته على حل مشكلاته الشخصية أو حل مشكلات أولاده أو أولادها بيبقى عبء على أسرته بيبقى عبء كمان على المجتمع ده على مستوى الفرد على مستوى الأسرة الأسرة اللي عندها مريض نفسي ممكن إحنا عشان أطبق نفسيين وبنحتك بيهم كل يوم فبنشوف معاناة الأسرة أول حاجة أحساسهم بالأسى والحزن علشان ابنهم أو بنتهم مريضة أو الأم مريضة أو الأب مريض الحاجة التانية أنه الأسرة دي بتتحرم من فرصتها بقى أنها تتفسح وتخرج وتسعد بحياتها الحاجة اللي بعد كده أنه الإنفاق على المرض النفسي فيه أمراض بتبقى مزمنة فبتبقى محتاجة أنها بتاخد من ميزانية الأسرة قدر كبير جدا من الفلوس اللي كانت مفروض يعني تتوفر لتعليمها لفصحتها لرفاهيتها لحاجات دي كلها على مستوى المجتمع برضو تكلفة الرعاية للمريض النفسي بتبقى عالية كمان المريض ده بتقل إنتاجيته كمان المريض لو لم يعالج جيدا ممكن يصدر منه بعض المشاكل القانونية زي العنف زي أي جرائم أخرى إذا لم يعالج معالجة جيدة فبأسر على الفرد على الأسرة على المجتمع طيب لو أنا في بيئة عمل مضطاربة إزاي حافظ على سلامي نفسي كويس يعني هو ده كان أحد الحاجات اللي أوصوا بيها قالوا تعبير كده مهم جدا البيئة المعززة للصحة النفسية فقالوا إنه علشان نخلي الصحة النفسية بتاعت الناس كويسة نشوف البيئات اللي بتحركوا فيها فأول بيئة هي بيئة الأسرة تاني بيئة مثلا بيئة الدراسة بيئة العمل البيئة المجتمعية عموما فحضرك بتقول بيئة العمل أول حاجة إنه يكون العمل مناسب لقدرات هذا الشخص والتدريب اللي أخده والتعليم اللي أخده ما يكونش بيشتغل في حاجة ما بيحبهاش أو حاجة ما تخصصش فيها دي أول حاجة حاجة تانية إنه يكون العمل بيضار بطريقة جيدة بحيث إنه يبقى عارف هو مطلوب منه إيه وبيعمل إيه ساعات العمل كمان تبقى مناسبة الأجر بتاع العمل يبقى مجزي يبقى فيه عدالة في توزيع المكافآت أو الحوافز بينه وبين زميله ما يحسش إنه هو حد تخطف ترقية أو فيه حد تفضل عن حد لعلاقته بمدير العمل أو أي حاجة من دي فالبيئة بتاعة العمل تبقى بيئة مشجعة بيئة آمنة بيئة فيها العدالة في توزيع المكافآت والحوافز طيب ده في العالم الموازي أو ده في العالم المثادي لكن لو جينا بصينا على وقع الأمر في بعض الأحيان الناس لا تبقاش متوفر لها كل الظروف الرائعة اللي كلنا بنتمنى إنها تبقى موجودة عند كل الناس إزاي بقى حعيد تاني سؤال شازلي إزاي إذا لم تتوافر هذه الشروط كلها وإذا لم تتوافر كل العناصر الحراك قلتها إلا الجميع بيتمنى أن يعمل بيها إزاي حافظ على سلامي النفسي في وسط بيئة ما توفرتش فيها كل الحاجات الرائعة اللي حراك بتقولها يعمل إيه يعني عزل يرفض يكبر دماغه يعمل إيه فاتكلمه عن حاجة اسمها سمود أو ريزيليانس وده بقى مفهوم حديث في الصحة النفسية في السنوات الأخيرة وطلع فيه كتب كتير وبقى فيه ندوات كتير عليه في المؤتمرات أنه قد يعيش الإنسان في بيئة غير معززة للصحة النفسية بتاعته بيئة فيها صراعات بيئة فيها ضغوط اقتصادية أو ضغوط عائلية أو ضغوط مجتمعية أو أي حاجة من ده ده وارد فقالوا أنه نعزز صمود الإنسان ابن عزز صمود الإنسان إزاي في الظروف الصعبة دي قالوا أول حاجة أنه يبقى عنده أمل وتفاول حتى في وسط الظروف الصعبة ليه الأمل والتفاول بيحسن الطاقة النفسية والطاقة الجسدية بتاع البني آدم فيقدر يواجه الوضع المتقزم اللي هو عايش فيه الحاجة التانية قالوا أنه هو يعني يهتم بالتغذية الصحية يأكل أكل كويس في حدود طبعا المتاح الحاجة اللي بعد كده أنه يهتم بساعات النوم والراحة يعني لازم ياخد ساعات كافية من النوم والراحة ده بيخفف الضغوط النفسية على شوية الحاجة اللي بعد كده أنه هو يمارس بعض النشاطات الرياضية الحاجة اللي بعد كده أنه يكون له بعض الممارسات الروحية بيمارس مثلا صلاة بيمارس أي نشاطات دينية أو روحية حسب الديانة بتاعته أو الطائفة بتاعته الحاجة اللي بعد كده أنه هو يحاول أنه هو يعزم رصيده النفس الشخصي من الصبر من الرضا من التحمل من انتظار الفرج بأي طريقة من الطرق وبعدين بعد كده يعظم أو يحاول أنه يستفيد من الرصيد الأسري والاجتماعي المحيط به يشوف ممكن يتلقى المساعدة من إيه أو يروح فين وبعدين كمان يشوف قصص الناس اللي مروا بأزمات قبله قصص العظماء قصص المصلحين كل الناس دول حتى الأنبياء مروا بأوقات صعبة وبأزمات فبيستلهم منهم فكرة الصمود حتى تمر الأزمة وبعد كده آخر حاجة الإبداع في الخروج من الأزمة يعني أفكر إزاي أخرج من الأزمة لأنه فيه ناس لما بتبقى في وسط أزمات أو ضغوط مجتمعية أو اقتصادية أو حاجة يغرق في مشاعره السلبية الحزن الغضب الرغبة في الانتقام مش عارف إيه الصراع لكن اللي عنده الصمود الإيجابي هيفكر على طول تباحل المشكلة إزاي مش إن أقعد أدعى عن الناس وأقول منهم لله ده عملوا فيه ده سووا فيه ده فلان هو السبب ده بيضعيفه أكتر وبيأثر علي نفسيا أكتر لكن فكر في الحل يقولك لا تغرق في مشاعرك السلبية لكن فكر في الحل فورا طيب إيه أكتر الأمراض النفسية المنتشرة دلوقتي هو طبعا عالميا القلق ده بيشكل 25% بيصابوا به 25% وبالذات الستات بيصابوا به ضعف الرجالة هذة الرجالة مرتين يليه الاكتئاب هل في سبب لذا فنان؟ آه أسباب أول سبب هو التغيرات البيولوجية في جسم المرأة الدورة الشهرية يبدأ أول الشهر غير نص الشهر غير آخر الشهر وبعدين ييجي الحمل بمشاكله والولادة بمشاكلها والرضاعة بمشاكلها وتربية الأولاد أدوار متعددة للمرأة المرأة ما عندهاش أجازة يعني حتى بتشتغل في يوم الأجازة بتخلص فيه شغل الإسبوع حتى في الأعياد كل الناس بتعيد وهي قاعدة تجهز للناس المعزومين والولادها اللي مش عارف عايزين يخرج وتفسحهم حتى في المصايف يبقى كل الأسرة بتستمتع على البحر هي قاعدة تشوف تغسل لهم هدومهم مش عارف تحضل لهم أكلهم صحيح فالأدوار المتعددة وبعدين طبيعة المرأة كمان أن المرأة مخاهمة بيهداش يعني ما بتعملش قون وقف كده زي الرجالة يعني أنها طول الوقت المخ شغال وعندها انتباه متعدد الانتباه المتعدد ده ميزة أنها بتبقى شايفة تفاصيل كتير وشايفة حاجات كتير قدامها لكن ده بيجهد الجهاز العصبي الحاجة التانية التعلقات الكتير عند المرأة المرأة متعلقة بأبوها أكتر من الرجل المرأة متعلقة بأمها أكتر من الرجل متعلقة بصحبتها أكتر من الرجالة متعلقة بأولادها أكتر من الرجالة كل العوامل دي بتخلي المرأة تضاف تصاب بالقلق والاكتئاب ضعف الرجالة. فدول يمكن أكثر الترابين كبار بيشكلوا تقريبا نصف للترابات النفسية. تيجي بقى مثلا الفصام 1% من الناس. التراب السناء القطب 3%. التعاطي المخدرات من 3 إلى 4%. لكن في حاجة في درجة بقى غير للترابات النفسية. لأن الترابات النفسية قعدة تزيد بالذات بعد جاءحة كورونا. جاءحة كورونا خلت للترابات النفسية تزيد بنسبة 25 في المية. عن قبل كده. وكان المعتاد في الإحصاءات في كثير من الدول أنه نسبة الإصابة بالأمراض النفسية حوالي 25%. يعني ربع أي مجتمع هتلاقي عنده ترابات نفسية. تحتاج لعلاج. لما جاءت كورونا زورت 25%. فآخر إحصاء عملته جامعة هارفورد طالع في 31 يوليو 2023. الإحصاء ده بيقول أنه في الفترة القادمة سيكون نصف سكان العالم لديهم مشاكل نفسية. وده رقم مزعج جدا. ويخلينا لازم نستعد. تب إزاي نقلل من هذا العبء على الحنس. ليه بقى? إنه الإنسان المقترد. ده من الناس اللي تعرضوا ليه أو يعني ده رقم مجازي. ده من الناس اللي تعرضوا ليه تست أو تعرضوا ليه ملء البانات. في بعض الأماكن قد تكون شديدة تبنائية في أماكن مختلفة في العالم. ممكن ما يكونوش وصلوا لها. فالنسبة تكون أكبر. النسبة يعني قد تكون أكبر. ما هو. لأوا إنه الاضطرابات النفسية بتزيد أكتر في البلاد الفقيرة. البلاد النامية. وفي الريف أكتر من المدن. يعني كان المعتقد زمان إنه الناس محلاها عيشت الفلاح. والناس اللي عايشين في الريف دول مستمتعين. ونحستهم كمان على القعدة والخضرة والشمس. حكاية الصحة النفسية بقى أن الصحة النفسية مش رفاهية. الصحة النفسية ضرورة. ليه بقى؟ لأنه الإنسان المضطرب نفسيا. لهيبقى قادر على الإنتاج أو العمل أو الإبداع أو التعاون حتى مع بقية الناس. وهو بيبقى عبقى على المجتمع بتاعه. وعشان كده بدأوا يربطوا ما بين الصحة النفسية والاقتصاد. وقالوا أحسن حاجة لأي دولة تحسن بها الاقتصاد أنها تحسن الصحة النفسية للناس بتاعها. وفي عالم اسمه دانيال كانيمن. دخلت جائزة نوبل لما ربط ما بين الحالة النفسية والاقتصاد. وده خل دول الاتحاد الأوروبي سنة 2008 مع الأزمة الاقتصادية العالمية اللي كانت حصلت. فكروا بشكل كان غريب وقتها. يعني ما كناش فاهمينه. أنه لما جات الأزمة الاقتصادية. لقوا أن الناس في حالة الفزع من الأزمة الاقتصادية. اتصرفوا التصرفات زودة الأزمة. باع الحاجة في البورصة والانهار وما عادش قادر يشتغل. فقالوا أن أول حاجة نعملها عشان نخرج من الأزمة الاقتصادية. أنه نحسن الصحة النفسية. مش فكروا بقى في ساعتها. طبعا فكروا بس إيه. يعني هيفكروا في إصلاح النظم الاقتصادية. تجاوز الأزمة. بس قالوا أن الصحة النفسية اللي بتخلينا نظم. تبدأ بالفرد. أنه لقوا أن العقل البشري هو دعامة أي اقتصاد أو أي تنمية مجتمعية. عايز اقتصاد قوي. عايز مجتمع قوي. اهتم بالعقل البشري وبي صحة الأفراد النفسية. ده هتقدر تعمل بقى برامج تنمية. تقدر تعمل أي حاجة فيها طموحات قومية. أو هستعمل أي حاجة. هتسند على لبنات قوي. طيب. تفضل تفضل. هل الصحة النفسية ممكن يكون لها تأثير عضوي؟ ممكن ما سيكون لها تأثير على القلب. تأثير على القلب. هو المهم جدا. لقوا أنه مفيش مرض عضوي لا يدخل في إحداثه أو تدهوره الحالة النفسية. يعني أغلب الأمراض الشهيرة الحالة النفسية عنصر أساس فيها. السكر. الضغط. الأمراض الجلدية كلها. الأمراض المناعية كلها. السرطان والرماطايد. وكل الأمراض المناعية. الأمراض الجهاز الهضمي كلها. أمراض الجهاز التنفسي كلها. كلها فيها العامل النفسي. طيب. هو بحسب تدهور الحالة أو تأثيرها بشكل كبير. هل ممكن لو الإنسان خف من الناحية النفسية أو يتعالج نفسيا. هل من الممكن يخف لو كان بيشتكي من مشكلة ما في جسمه؟ آه. يعني ده صحيح. بيحسن الحالة الجسدية. يعني نسبة الوفيات في الناس اللي بيصابوا بأزمة قلبية. لو جالهم اكتئاب مع الأزمات القلبية أو جالهم ألأ. بتبقى حوالي 60% نسبة الوفيات. والمرض النفسي بالمناسبة بيأصف عمر المريض أو بيأخذ من عمر المريض من 10 إلى 20 سنة. ده غير أنه بيأثر حتى على أداءه وإنتاجيته. والأمراض النفسية تؤثر في الإعاقة من ما بين كل الأمراض بتختص بـ 30% من الإعاقة. وفي نفس الوقت برضه بتختص بـ 30% من التكلفة. يعني في المنظمة الصحة العالمية عملوا دراسة لقوا أن الأمراض المزمنة من سنة 2010 إلى سنة 2030 هتستهلك حوالي 47 تريليون دولار في الفترة دي. طب الأمراض النفسية تاخد كم من 47 تريليون؟ 16 تريليون دولار. يعني طلت كل الأمراض المزمنة الأمراض النفسية هتستهلك 16 تريليون دولار. وعشان كده ألواء. ده ده ثقب أسود كبير بيمتص الاقتصاد العالمي وبيمتص الطاقة الإنسانية والإبداع الإنساني وكل الملكات الإنسانية. فمن هنا انتبهوا يعني كل دول العالم مخاطبة من منظمة الصحة العالمية بالانتباه. وتخصيص ميزانيات للصحة النفسية أو لعلاج الأمراض النفسية. احنا بس عندنا مشكلة تانية مهمة كبيرة جدا. اللي بيصابوا بالأمراض النفسية نسبة قليلة جدا منهم اللي بيعالجوا. يعني بيقولوا من 0,5% إلى 3% اللي هيروحوا للطبيب نفسي عشان يتعالجوا. اللي هو أهل الاختصاص. طب ما البقين بيروحوا فين؟ بيتجاهلوا المشكلة؟ يا إما يتجاهل المشكلة وما يخدش باله أن ده مرض نفسي. يا إما يروح بقى للدجالين، للمشعوذين، لفك الأعمال، اللي بيحش العفاريت، مش عارف إيه. أو يروح لأي حد غير الطبيب النفسي. فبالتالي بتتأخر فرص العلاج للمرض النفسي. ويتوه بقى في دهاليز كتير جدا لحد ما يوصل لحالة مزمنة. طيب، إحنا كلمنا عن المريض النفسي أو الشخص الذي يعاني من المرض النفسي. في حد فيه بجموعة محيطة بيه هي كمان بتعاني. بس إحنا بنا بقى مركزين السابورت كله أو الدعم كله بيروح للشخص اللي في الأساس بيعاني. المحيطين بيه قد يكونوا بيعاني بنفس الدرجة. إن لم يكن في بعض الأحيان لو أم مثلا شايفة إبنها بيعاني. ممكن توصل لمرحلة إنها تبقى أصعب وأشد. هذا صحيح. ما عندناش ثقافة السابورت جروب بقى مش عارفة بيطلق عنها مجموعات الدعم للمحيطين بالمريض مش للمريض. هو طبعا اتضح كتير إن مقدم الرعاية نفسهم بيتعرضوا لأزمات نفسية. وربما أصيبوا بمرض نفسي فعلا. زي الأم، زي الأب، زي الأخ، أي حد بيقدم رعاية لمريض. بالذات لو مريض مزمن، يعني لو فيه مثلا واحد مريض ألزهايمر مثلا أب أو مريضة ألزهايمر أم، أولادها هيتعبوا جدا معا لأنه بيصهروا طول الليل معاها، احتياجاتها كتير، مشاكلها كتير، وما بين بقى هم أسرهم اللي عايزين يرعوها والأم أو الأب اللي عايزين يرعوه. فبدأ الكلام عن إنه رعاية مقدم الرعاية. ناخد بالنا منهم ويعني نوزع الأعباء. لأنه ساعات إيه؟ ساعات بنت أو ابن هو ليتحمل عبء الأب اللي عنده ألزهايمر أو عنده مرض نفسي مزمن أو حاجة. فهو نفسه يقع في دائرة المرض النفسي أو العضوي. فنقول لأ، وزعوها على الأسرة كلها، ولازم ياخد فترات راحة ما يبقاش قاعد مع المريض طول الوقت. فمقدم الرعاية لابد من الانتباه لها. قد يكون جزء من طريقة العلاج أو الدعم للمحيطين ومقدم الرعاية. إنه ما يحسهاش إنها عبقة قد ما يحسها إنها فرصة إنه يقدر يدعم أهله اللي سعدوه واللي قدموه له كتير. أعتقد الزاوية نفسها بتاعة الرؤية هي اللي بتختلف. أنا فيه بس نقطة مهمة برضو عايز أشير إليها النهاردة لأنها مؤثرة جدا في إنه المريض النفسي يقدر ياخد رعاية أو ياخد حقوقه الإنسانية حتى. الوصمة. الوصمة التي تلحق بالمريض النفسي. مش بتلحق بس بالمريض النفسي. المريض النفسي والمرض النفسي والعلاج النفسي والمستشفيات النفسي. وده كترة حتى النفسيين. يعني أنا بتلحقنا وصمة. فالوصمة دي بتأخر العلاج. وبتخلي الناس تأمل نوع من التمييز ضد المريض النفسي. وده عشان كده قالوا حقوقه الإنسانية العالمية. لأن المريض النفسي ممكن أنه لما بيروح شغله ويعرف أنه مريض نفسي ما بيشغلهوش. يروح يخطب ويعرف أنه مريض نفسي ما بيجوزهوش. الناس بصالوا بص على أنه مجنون أو أنه فيه حاجة فيه مشكلة كبيرة. فالوصمة دي بتعطل العلاج. يعني فيه ناس كتير بيخاف يروح للطبيب النفسي لحسن تلحق به هذه الوصمة. طيب سريعا بقى دكتور محمد. إزاي أوصل للسلام النفسي أو السلام الداخلي؟ وده بيبقى يعني إجراءات متعددة. أول حاجة أنه الإنسان تبقى احتياجاته الأساسية مستوفى قدر الإمكان. ويمكن عالم اسمه مصله حط احتياجات أساسية كده. قال أنه فيه الاحتياجات البيولوجية. الأكل المأكل المشرب المسكن المأوى الحاجات دي كلها. كمان الاحتياج اللي يلي ده احتياج الأمان. أنه هو يبقى عايش في أمان. عايش في بيته في أمان وفي مجتمعه في أمان. فالأمان جاي على طول بعد الاحتياجات البيولوجية لأهميته الكبيرة. اللي بعد كده احتياجه للحب. أن يبقى فيه حب في حياته. حتى لو شخص واحد أن يبقى حاس كده أن فيه حب في حد بيحبه. كل ما زادت دائرة في الحب دي كمالها تبقى الأمور أحسن. الاحتياج اللي بعد كده احتياج للتأدير انه يشعر ان اللي هو بيعمله بيقدر ان الناس بتقدر مجهوده بتقدر مواهبه بتقدر الحاجات دي كلها الاحتياج اللي بعد كده قالوا الاحتياج لتحقيق الزات انه قادر يحقق طموحاته قادر يحقق نجاحه قادر يحقق أحلامه الاحتياج الاعلى بعد كده اللي هو الاحتياجات الروحية الروحانية عظيم نفكك ده في إجراءات بسرعة شديدة جدا أن الشخص يكون بيحصل على غذاء جيد بيحصل على نوم جيد والنوم بالمناسبة من أكثر الحاجات اللي في السنين الأخيرة لقوهم مضطرب عند غالبية الناس كنت في مؤتمر في سان فرنسيسكو في شهر خمسة كان عدة ندوات على علاقة النوم بالصحة الجسدية والصحة النفسية الناس كتير ما بتاخدش فتراتهم كافة فيه جزء كبير متعلق به هو كشخص وجزء كبير كمان متعلق بالمحيطين به في قدرتهم على احتواء وإحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر شرفتنا فتر شكرا كل سنوات طيبين